قال رئيس السربي أليكسندر فوسيتش على هامش المنتدى الاقتصادي الحالمي دافوس إن بلاده عارضت حزمة العقوبات المفروضة ضد موسكو لأن مثل هذه الإجراءات لا تجد نفعاً على أي طرف مشيراً إلى فتح مجال الاستثمار في بلادها إن العقوبات لم تأتي بالنفع على أحد أدعو المستثمرين العرب وغيرهم إلى الاستثمار في سربيا فأموالهم ستكون بأمان أكثر حتى من بعض البلدان الغربية كما أثبتت الأيام الماضية في سربيا الأزمة الأوكرانية صعبة جداً ومؤلمة لكل الطرفي النزاع وهي صعبة علينا جميعاً الجميع لحظ تأثورنا بمجريات هذه الأزمة فقد أصبحت موضوعاً طاغياً على كل شيء بشكل هستيري حتى هنا في منتدى دافوس أمل أن نصل إلى مرحلة نناقش فيها التنمية والتقدم الاقتصادي الحقيقي أمل أن نصل إلى مرحلة نناقش في سربيا